كما شهدت مدرية الخوخة في محافظة الحديدة وقفة تأييدية لقرارات البنك المركزي اليمنية واحتجاجا على الضغوطات التي تمارس ضد الحكومة والبنك المركزي من قبل الأمم المتحدة وتأتي هذه الوقفة دعما لقرارات البنك الخاصة بإصلاح القطاع المصرفي ووقف عبث ميليشيا الحوثي بالاقتصاد الوطني حيث يواجه البلد أزمة اقتصادية خانقة نتيجة للحرب الحوثية وتدخلات الخارجية وقد أعرب المشاركون في الوقفة عن دعمهم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمنية للحفاظ على استقلاليته وضمان استقرار العملة والاقتصاد في ظل التحديات الراهنة وأكد المشاركون رفضهم للضغوطات التي تمارس ضد الحكومة الشرعية والبنك المركزية من قبل بعض الجهات الدولية مشيرين إلى أن هذه الضغوطات تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد والتفاقم الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمنية منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة عام 2014 إننا في هذا اليوم التاريخي كلنا موجودون هنا ومحتشدون في هذا المكان دعما لقرارات البنك المركزي اليمني دعما للمجلس الرئاسي دعما للحقوق دعما للحريات دعما للمواطن المنهك في كل المناطق سواء في المناطق التي تتبع الشرعية أو في المناطق التي تتبع الحوثي وهذا هناك عدم بانتكاسة أكثر للمواطن أكثر بما هي هنا موجودة في مناطق الشرعية وندعوهم عدم التراجع التراجع سوف يكون فيه انتكاسة كثيرة انتكاسة أكبر مما هم يتوقعون ولذلك الأمم المتحدة لا تريد لنا الخير الأمم المتحدة تتآمر على الشرعية ونرقو من الشرعية أن يفوتوا هذه الفرصة على الأمم المتحدة وعلى خلوتي وعلى كل خائن لهذا المطر